موسيقى صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا اليوم وعبر شاشة تلفزيون مستقبل وعالم الصباح بتأمل تكونوا اليوم عم بتابعونا بهنهار الأحد يلي جزء منه يلي تتخصصوه للراحة لحتى تقدروا بالفعل تقلعوا ابتداء من بكرة بأسبوع على أمل دايما يكون مليء بكل شيء منيح كل شيء جديد عالم الصباح مثل العادة مشاهدينا رح بقدم لكم اليوم سلسلة من المواضيع والفقرات رح نتعرف عليها بعد شوي إنما أكيد مع اللي تعودتوا عليه وكل الحملات اللي عم نقوم فيها مؤخرا وهي هدفه إنه نوصل كتير من المعلومات وجزء من التوعية اللي هي ضرورية لإلنا كلنا لأنه ما فينا نقول إنه نحن عم نعرف كل شيء أو عم نتابع كل شيء منشان هيك كل المعلومات اللي عم نجرب نوصلها فينا ناخد منها وأكيد نجرب إنه نطبقها أكتر وأكتر بحياتنا اليومية بيئة الإيمات الماضية كنا سوا بحملة إلى علاقة بالبيئة والتوعية للمخاطر يلي ممكن إنه نحن يعني أصدنا أو ما أصدنا نأثر فيها على البيئة وبالتالي نكون عم نضر به هالمحيط اللي نحن بدنا نعيش فيه لقدام سنوات وسنوات اسمحوا لي بالأول صبح بالخير الشفشادي حتى ينضم لقلنا شوية أكتر بالحديث صباح الخير راح نحكي اليوم عن كتير من الأمور شفت الكنار الكنار ايه شفت الصباح خير كيف أحولكم الحمد لله إذن حملتنا البيئية اليوم راح بيكون آخر نهار لقلة مشان هيك بدي أذكر شوي حكينا عن كتير من المواضيع يمكن مواضيع كبيرة إلى علاقة بأحراج وإلى علاقة بحياة بحرية وغيرها بس كما في مواضيع كتير صغيرة نحن فينا بحياتنا اليومية أنه نطبقها ننتبه على الزبالة نحطها بأكياس منكب بالطرقات ننتبه شو عم نكب كيف عم نستعمل فيه إشياء فيه إعادة تدوير ممكن واحد أنه يستعملها فيه إشياء ما بعرف ممكن نستعملها مرتين وثلاثة وأربعة مثل الأزاز مثل الأكياس النيلوني اللي مش كل يوم لازم نكبها لأنه هيدا بتاخد وقت كتير لحتى تتفكك وتتحلل بالطبيعة فينا هلأ الكتب واحد يعطي مع نهاية السنة المدرسية يعطي الكتب لحدنا بيعرفوا أصغر منه يقدر يستعملهم كمان مش دايما نكبهم وكل شي يروح على التلف كله بيتجمع وكله شوية 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 بيعمل ضرر بيها الحياة مثل مقلة الطبيعية البيئية اللي نحن عايشين فيها إذن اليوم عم نختم حملة التوعية البيئية لأنه ابتداء من بكرة وصرنا حكين كمان فيها عدة مرات رح نبلش تلفزيون مستقبل وكافة البرامج كمان وبالتحديد عالم الصباح الحملة إلى علاقة بهدر الغذاء وعم نعرف أنه عم بيكون فيه سنويا أكتر من مليار وشوي طن عم بيروحوا هدر من الغذاء بوقت عم بيكون فيه كتير من الأشخاص يوميا بناموا هنة وجوعانين فكير كول ووفير هي هو عنوان الحملية رح تبلش رسميا انطلاءا من بكرة عبر شاشتنا وأيضا من خلال مؤتمر صحافي بالتعاون أكيد مع الأمم المتحدة اللي رح تعلن عن هالموضوع هيدا بيئة تحديد على أمل عن جد هالمرة أنه نقدر نفكر بهالموضوع ويكون فيه إلنا علاقة فيه منكب طعام فيه صار فيه كتير جمعيات مؤسسات جهات مختصة بلبنان بياخدوا هالطعام وبيعطوا للأشخاص يلي هنة بحاجة لأله طبعا الكل رح يقدروا أنه يساهموا كمان بيها الحملية وتشوفوا شوي شوي قديش رح نحكي عنا وشو هي الأشياء الصغيرة يلي ممكن نحن أنه نعملها لحتى نعمل فرق ونخفف كتير من الجوع حول العالم في ناس بتنام جعانة وخصوصا من الأطفال يلي هالشي بيأثر كتير على حياتهم وعلى صحتهم وما بيقدروا أنهم ينمو بشكل جيد إذن فينا نقلع ووفر إن شاء الله يرى بيقدروا يطبقوها شو هن الفقرات اللي رح بتكون معنا اليوم لغاية الساعة واحدة من تابع سوى بحلقة اليوم من عالم الصباح من تابع الأبراج مع كارمن نتذكر أغاني المسرسلات اللبنانية القديمة بيع يوتيوب مع جان شو هي أجد الأغاني منسمعها مع جان بيع غير موجات وبخصص الجميل مع جينة صهر من مصر بتكشف أسرار جميل كليوباترا من حمام الحليب للمساج بزيوت رياضة ونشاط ونصائح معهبة بواحد اثنين ثلاثة أول سيارة فورميلا وان لبنانية الصنع عم نتعرف عليها بيع طريق العازف بالكبيات موهبة جديدة من شوفة مع جان بجينة ورشة ملح على تشيكن بيرجر وصلتت الكريول مع شف شادي إذن فورا لعند كارمن كل الحظوظ والأبراج كيف رح بتكون اليوم 9 حزيران 2013 كمان سوا رح نتابع صبركم الخير اليوم الأحد 9 حزيران يونيو الأمر بعدهم رفقنا برش الجوزاء الهوائي حتى المساء الساعة 37 بتوقيت بيروت ثلاثة أيام وراء بعضهم الأمر ببرش الجوزاء انهار جيد للأبراج الهوائي كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج البداية مع برش الحمل يلي اليوم انهاروا بعدهم قلع بصورة كتير نشيطة وكتير قوية في حكي كتير مع الأخوة مع الجيران في بحث ببعض الأضايا المهمة لكن ما بينخاف عليك أفكارك كتير قوية وزكية ومقنعة بيبقى عليك فقط تركز وبيبقى المولود الأنشط اليوم هو 25 26 و 27 أذار مارس من النساء لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور أيضا ما بينخاف عليك أنت أيضا من الأبراج الأوية تنتمي أيضا الأبراج الربحة إذا أنت محضر حالك احتمال يصير فيه اليوم منأش بفاتورة بقرض معين أو بيدين معين حدا يمكن يقيم عملك فحاول تكون جاهز وأدائك مميز وبعتبر المولود الأكثر حظا نسبيا اللي عنده طاقة ومدعوم من الحزوز 30 نيسان أبريل و1 أيار مايو مننتقل لبرش الجوزاء مولود ببرش الجوزاء الأمر ببرشك لليوم الثالث على التوالي لذلك ما فيك تقول أبدا أن الحزوز مع عكستك بالعكس تماما هناك تقدم وتقدم سريع جدا يمكن حدا ناطر منك جواب يمكن أنت ناطر جواب من حدا وإذا ما سمعته باليومين اللي مرأه اليوم بتسمعه إذن أفكارك سريعة ديناميكية مقنعة نشيطة جدا المهمة تتسرع وتروح بالاتجاه غير الصحيح وبيبقى المولود الأكثر حظا 16-17-18 حزيران يونيو لكن كون حذر بعد عن السرعة والتهور والمخاطرة كليا مولود 27-31 أيار مايو مننتقل لبرش السرطان ما تفكر أنه فيه جواب رح يوصل قبل بكرة أو بعد بكرة يعني مولود برش السرطان بدك تقول الثانين والثالثة هني اللي بيجيبوا لك الخبر اليقين اليوم بعدك بحالة ترقب بتراوح عمالك مكانة ما فيه خبر ما فيه جواب لا حياته لمن تنادي انتبه على صحتك انتبه على أغراضك انتبه على مصالحك وبيعتبر المولود الأكثر تعبا حاليا هو مولود شهر تموز يوليو منكمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد اليوم أجوائك جيدة مولود برش الأسد أجوائك نشيطة بعكس اليومين المقبلين إذا بدك حدا يساعدك إذا بدك مساعدي إذا بدك دعم إذا بدك تشجيع اتحرك اليوم لأنه الثانين والثالثة ما فيه أخبار بالنسبة لك بالعكس تماما هناك أخبار يمكن مخيبة إذن اتحرك اليوم أو أجل للأربعة الخميس أو الجمعة وبيعتبر المولود الأوفر حظا نسبيا ثلاثة أربعة وخمسة أب أوسطس ننتهي لبرش العذراء مولود برش العذراء صحيح الضغوط كتير صحيح حالك حاسس حالك تعبين صحيح حاسس حالك يمكن أن أنت تحت الأضواء لكن هيدا نهار كتير مهم وبيعتبره من أهم الأيام إذا أنت حابب فعلا أو أنت عندك لقاء عندك اجتمع عندك موعد مهم ما تخاف أوي قلبك حضر حالك انتبه على طريقة كلامك بعد عن الانتقاد بعد عن السخرية وحاول تكون very professional هيك تقدر توصل وتحقق نجاح كتير كبير الأكثر حظا ثلاثة أربعة خمسة أيلول سبتمبر من الثاني لبرش الميزين مولود برش الميزين أخبارك ناشحة مميزة وإيجابية ديناميكة تتسارع الأحداث يمكن لصالحك تقريبا كل شي بيكون بهالفترة لصالحك مولود برش الميزين على ميتك حتى بتكون أكتر مما بتتوقع المفاجآت جيدة جدا 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 لذلك قلبك تحرك وما تنطر أبدا بيبقى الأكثر حظا مولود 18-19-20 أكتوبر تشرين الأول ما نكمل مع برش العقرب مولود برش العقرب بكرة أفضل من اليوم بكرة وبعد بكرة أما اليوم فمطلوب أنك تتمهد لبعض الأمور يلي مفروض تصير بكرة وبعد بكرة ما تخلي نهار يمرق على الفاضي بالعكس تماما الوقت ثمين جدا وهيك نهار يمكن بينبحث فيه مسألة بدأ أخده وعطى وبدأ مسيارة أوراق يمكن معاملات إدارية مصرفية مالية شو ما كان حاول أنك تطول بالك وما تفش خلقك بسرعة بالعكس تماما عدل العشرة وشوف أنه بكرة وبعد بكرة بيكون مبسوط الأكثر حظا نسبيا مولود أكتوبر لكن ننتبه إذا كانت من موليد 27-28 أكتوبر تشرين الأول ننتقل إلى برش القوس مولود برش القوس بكرة أفضل مزاجك بكرة بيكون أروأ اليوم منرفس اليوم معصب أو على الأقل هيك تشير النجوم على جواء اليوم يمكن تحملك شخص بعكسك إن كان منافس إن كان خصم أو إن كان حتى يمكن عدو قديم بجميع الأحوال ما تخالف الأوانين اليوم نهار غير مناسب لحتى تزيد على حالك مشاكل وبيبقى المولود الأكثر انفعالا 8-19 ديسمبر أيضا 26-30 نوفمبر تشرين الثاني نوصل إلى برش الجدي مولود برش الجدي انشغاليتك متعددة ومتنوعة مولود برش الجدي ما فيه نهار ما فيه لحظة راحة مطلوب أنك تنظم وقتك خلي ولنه وقت أصير للبريك لحتى ترتاح وإلا قد تشعر بيه قبل ما يخلص النهار بالتعب والإرهاق وبتستسلم إذن اليوم دك تحتم بحالك بصحتك أيضا المسائل المهنية اليوم بتاخد أولوية بيبقى الأنشط مولود كينون الأول ديسمبر بالإضافة 11-12-13 كينون الثاني يناير بننتقل لبرش الدلو بالنسبة لبرش الدلو من الأيام يلي فعلا بتشجع وبتقل له لمولود برش الدلو كون جريء يمكن عندك كلمة بدك تتوصلها في فكرة بدك تنطلق فيها في خطوة مهمة جريئة بدك تخدها سواء كان لمصالحة لأمور مهنية أو غيرها اليوم هو النهار الجيد والأفضل لذلك أو قلبك مولود برش الدلو الأجواء لصالحك ما عندك أي عزر لتقول أنه أنت بدك تأجل بيبقى لكثر حظا 14-17 شباط فبراير نوصل لبرش الحوت بالنسبة لبرش الحوت يمكن بعدك مزعوج بعد في مسألة منحلت في شوية خربطة وعجقة عندك بالبيت أو بحياتك الشخصية حاول أنه متأزمة حاول ما تعمل من الحب بأبي وحاول أنه هالنهار يمرو بخير وفرجف أنه فعلا أنت أظهر نواية حلوة تجاه أحبائك مننا لحالة هالغيمة رح بتروح وبيبقى المولود الأنشط ومولود شهر شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم بنتظاره سنة جديدة متجددة مختلفة كليا بأهدافة بأحداثة بظروفة يلي مفروض تكون جيدة جدا أصلا هايدي السنة بتفتح لك باب جديد طموحات جديدة حزيران يونيو أكتوبر 21 وشباط فبراير هني أفضل الأشهر هايدي إذن كيت الأبراج لليوم لاتمنى لجميع نهار حلو نرجع من التأي بكرة إذا الله راد مع أبراج جديدة باي باي مرسي لألك كارمن رح ناخد بريك سوى مشاهدينا ومن بعد بينضم لألنا جون مع يوتيوب ترجمة نانسي قنقر